حيكم الله وإلى التفاصيل أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تعزيه باستشهاد كوكبة من بواسل دائرة المخابرات العامة وقال جلالته نعزي أنفسنا ووطننا وأسر أبنائنا الشهداء وزملائهم الأشاوس بهذا المصاب جاء ذلك خلال زيارة لجلالته لدائرة المخابرات العامة ولقائه بمسشاره لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق أول الركن فيصل الشوبكي وكما شد جلالة الملك بسرعة القبض على منفذ العمل الإرهابي الجبان على مكتب مخابرات البقعة مثمنا جلالته الحسة العالية لدى مختلف شرائح المجتمع في التعامل مع مثل هذه الحوادث ومؤكدا أن الأردن مستقر بعون الله وأمنه راسخ بهمة النشامة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية كما شدد جلالة الملك على أن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا ولن تهزن أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عادى الرقيب أحمد العدوان الذي يرقد على سرير الشفاء بعد مساهمته مع جمع من المواطنين في بلدة لسليحي بالقبض على منفذ العمل الإرهابي الجبان على مكتب مخابرات البقعة وقد كان لشجاعة الرقيب العدوان المساهمة في إلقاء القبض على المعتدي الآثم الحادية عشر مساء وبعد يوم طويل ساده الترقب والانتظار عن أي معلومة تشير لمنفذ العملية التي أسفرت عن استشهاد خمسة من منتسبي جهاز المخابرات العامة في منطقة البقعة تأكيدات من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال آداء واجب العزاء بأن المجرم بات في قبضة العدالة ما نامت عيوننا إلا لما قبضنا عليه وإن شاء الله ربنا برحم ابننا وبيصبرك 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 وأنا أعرف قديش أنت قلبك محروق عليه الله محروق لكن الوطن غالي التفاصيل ظهرت لاحقا تمكن شباب من قبيلة العدوان في قرية السليحي في الحي الشرقي اشتبهوا بأحد الغرباء الذي قدم للصلاة في المسجد القرية ليسارع ضابط في فترة إجازته من أهل السليحي للتحقيق السريع معه وطلب هويته الشخصية إلا أنه رفض تسليمها الجاني حاول التمثيل في الصلاة ولكن نباهة الحاضرين وضعته في دائرة الشك ليتم إلقاء القبض عليه وتثبيته بعد مقاومته بسلاح كان يخبئه خلف ظهره ليصيب أحد أفراد الأمن العام برتبة عريف الذي ما زال يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية إذن ألقي القبض على مرتكب جريمة البقعة بما بعث الارتياح في نفوس الأردنيين فالمجرم الذي امتدت يده الخسيسة إلى جند الحق ساعة الفجر باتت في قبضة العدالة في أقل من 24 ساعة إذن هي رسالة واضحة أن الأردن سيضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره أسامة العدوان رؤية وكان الأردنيون قد شيعوا جثامين شهداء الهجوم الإرهابي إلى مثواهم الأخير في محافظات المملكة بفخر واعتزاز محتسبينهم عند الله شهداء فداء للوطن المزيد من تفاصيل في التقرير التالي أبطال ارتقوا شهداء صباح ليوم الأول من الشهر المبارك وشيعت جثامينهم ليسطروا التاريخ بدمائهم الطاهرة الزكية وهم كما وصفهم جلالة الملك عبد الله الثاني صمام الأمان والاستقرار وخط الدفاع الأول عن الوطن وتضحياتهم وعقيدتهم الصلبة في الذود عنه وحماية مصالحه هي موضع فخرنا واعتزازنا دوما لو قدمنا كل يوم شهيد في سبيل هذا الوطن وفي سبيل أمنه وأمن مجتمعه لن نتردد أبدا بتقديم الشهيد تلو الشهيد بإذن الله تعالى أحتسب عند الله عند الله والظلمة قعت لهم الله المصاب مصاب للوطن مش مصاب نحن وبعدين أقوله أي شهيد شهيد للوطن وأحنا كلنا شهداء وفي داء الوطن الأردنيون احتسبوا شهداءهم في عليين والحزن على فقدان الأبطال بات ذكرى عزيزة على قلوبهم شهداء ضحوا بدمائهم دفاعا عن أرض الوطن وحفاظا على أمنه ورسالته واستقراره هذه الفئة مهما فعلت فإنها ستلقى جميع الأردنيين دائما صفا واحدا ومهما حاولوا أن يفرقوا بين أبناء هذا الوطن لن يستطيعوا وسننالوا منهم جميعا بأمر الله الدين بريء منهم جميعا بهذه الأساليب وربنا إن شاء الله يرحموا ويتقبلهم كلهم الشهداء عنده وأنا احتسبوا عند الله نحن كجيش وشعب وقيادة صف واحد في محاربة كل الفكر الإرهابي الظلامي لا شك أن هذا العمل الجبان يؤكد على أننا في هذا الأردن في هذا البلد الواحد ينبغي أن نقوي جبهتنا الداخلية وأن نلتف خلف قيادتنا الهاشمية الفذة الوحدة الوطنية هي سلاح الأردنيين في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرار وتماسك هذا البلد العزيز وهذه الأعمال الإرهابية الغادرة يقف وراءها جبناء لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب حمى الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة أدانت دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية الهجوم الإرهابية على مقر جهاز المخابرات العامة في مخيم البقعة والذي أصفر عن استشهاد خمسة مرتبات من منتسبي الجهاز المزيد في التقرير التالي إدانات واستنكارات واسعة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر جهاز المخابرات في مخيم البقعة جامعة الدول العربية دانت الهجوم الإرهابي حيث أكد الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي دعم وتضامن جامعة الدول العربية مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني وتقدم العربي بخالص العزاء والمواساة لجلالة الملك والشعب الأردني وأسر الضحايا كما تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب فيه عن تعازيه والشعب الفلسطيني الشقيق لجلالة الملك والشعب الأردني باستشهاد خمسة من مرتبات دائرة المخابرات العامة وادان عباس بشدة خلال الاتصال هذا العمل الإرهابي الجبان ومن يقف خلفه دولة الإمارات العربية المتحدة عبرت عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي وأعربت عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان رئيس مجلس النواب البحريني قال إن هذا العمل الإرهابي يتنافى تماماً مع كافة الشرائع والأديان السماوية وجميع الأعراف والقيم الإنسانية فرنسا بدورها دانت بشدة الهجوم الإرهابي وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان لها عن تعازيها لأسر الضحايا مؤكدة مقوف فرنسا إلى جانب الشعب والحكومة الأردنية في مكافحة الإرهاب دولة قطر شجبت العمل الإجرامي وأكدت تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد كما تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصف جودة اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري سامح شكري قدم فيه العزاء لحكومة وشعب الأردن من جانبها أصدرت محكمة أمن الدولة التي يمثل أمامها المتهم بجريمة البقعة قراراً يقضي بحظر النشر في قضية العملية الإرهابية التي وقع ضد مركز مخابرات البقعة وأسفرت عن استشهاد خمسة من أفراد المخابرات العامة هيئة الإعلام المرئي والمسموع بلغت في بيان صحفي الوسائل الإعلامية المرخصة والمعتمدة بقرار حظر نشر أي أخبار أو معلومات حول القضية وذلك للحفاظ على سرية التحقيق ولضمان سيره بما يضمن الصالح العام أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة استكمال إنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب جميع التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة وأشدد جلالته خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أن تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية مرتبط بضمانات النزهة والشفافية التي ستجري فيها الانتخابات المزيد في التقرير التالي جلالة الملك عبد الله الثاني لفت خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولة إلى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى عن تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية من خلال رفع مستواتقة المواطن بهذه العملية ودعا جلالته إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذويئة الاحتياجات الخاصة وأشهر جلالته إلى أن النجاح في هذه المهمة الوطنية يتطلب استمرار الهيئة بحملة التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مداخلة له خلال اللقاء استعداد والتزام الحكومة التام بدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكامل احتياجاتها لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومستوى مشاركة كبير في العملية الانتخابية من قبل جميع المواطنين خصوصا قطاعي الشباب والمرأة وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالد قدم إيجازا أمام جلالة الملك حول الإجراءات التي قامت بها الهيئة منذ إقرار قانون الانتخاب الحالي في سبيل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتحفيز المشاركة في عملية الاقتراع وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة ويخدم العملية الديمقراطية كما عرض الكلالد خطط الهيئة في التحضير لانتخابات النيابية القادمة وإدارتها في جميع مراحلها وما يتطلبه ذلك من تجهيزات واستعدادات بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية بما يضمن نجاح العملية الانتخابية أهلا بكم الجديد خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار 76 سلعة رمضانية وأساسية في كافة أسواقه اعتبارا من اليوم وبنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 28% وشملت قائمة التخفيض مادة الجوز واللوز والتمر والزبيب وقمر الدين والحبوب واللحوم والدواج والبيض والزيوت والأجبان والحليب بالإضافة إلى الأرز بأنواعه المختلفة والسكر والعصائر والمشروبات الغازية وجاء قرار التخفيض تنفيذ لتوجيهة جلالة المالك للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في أول أيام شهر رمضان شهدت أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه ارتفاعا ملحوظا لعدم توفرها بكمبيات كافية بالأسواق المحلية رغم أن حجم الشراء لا يزال ضعيفا التفاصيل في هذا التقرير بحلول شهر رمضان المبارك يتابع المواطن مسلسل ارتفاع الأسعار الذي اعتاد عليه كل عام لكن أسعار الخضار والفواكه واصلت انخفاضها خلافا لما كانت عليه في مواسم رمضان السابقة التي كانت تتميز بزيادة الطلب على المنتجات وارتفاع أسعارها خاصة في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل واليوم ثلاثة أصناف شهدت ارتفاعا ملحوظا وغير عاديا متجاوزة الحد المعقول وهي الليمون والكوسة والبطاطا الأسعار بصراحة السنة أحسن من العام الماضي حقيقة باستناء الفواكه ما نزلت أسعارها أما الخضار والأمور الأخرى أحسن من العام الماضي أتمنى من الله سبحانه وتعالى من الأخوة التجار وأصحاب المحلات التجارية أن يراعوا المواطن في هذا الشهر الفضيل وأن لا يستغلوا المواطن بهذا الشهر برفع مثلا الأسعار علما أن المنتجات موجودة ومتوفرة في كل مكان بالنسبة للأسعار فهي جدا مرتفعة ونطلب من البائعين وصحاب التجار ونقابة التجار أنها تراقب الأسعار وتعرف أن شهر رمضان مبارك شهر كريم وشهر رحيم أيضا فإنها ترحم الناس تفوتت أراء المواطنين والتجار في العاصمة عمان حول ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية بالرغم من الإقبال الضعيف على الشراء بالنسبة للإقبال طبعا عنا إقبال ضعيف لأنه أصلا الخضار والفواكه أسعارها أقل من عادية فإقبال عنا الأسواق ضعيف لأن الخضار والفواكه كلها تصل للمواطن لباب بيته من الباع المتجولين أسعار عادية ما في ارتفاع ما في تصدير بنفس الوقت إقبال المواطن عادي فشلمون بلدي وأغلبيتهم السورات سعره غادي والمزارع الله أعوض عليه الزبائن تشتر على الخفيف أما الله يكون بعون المزارع المزارع اللي هو ما كلها يعني فيه مزارعين بالغور لغاية الآن محبوسين بسبب أنهم مش قادرين يدفعوا للناس حقهم يبقى المواطن على أمل أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسعار وارتفاعها في الأسواق خاصة خلال الشهر الفضيل علي الأعرج رؤية الرئيس السوري بشار الأسد يلقي خطابا في مجلس الشعب الجديد وقتل وجرحى بتفجير في العاصمة التركية إسطنبول كل هذا وأكثر في جولتنا الإخبارية حول العالم تحدث الرئيس السوري بشار الأسد إلى مجلس الشعب للمرة الأولى منذ انتخاب أعضائه وغدا تفوز هدية عباس برئاسة المجلس بالتزكية وفق مشاهد بثها التلفزيون السوري الرسمي وقال الأسد في خطابه إن الهدنة التي شهدتها مناطق عدة في سوريا منذ السابعة والعشرين من شباط بموجب اتفاق روسي أمريكي أنجزت العديد من المصالحات التي حمت أو أوقفت الكثير من سفك الدماء بالنسبة إلى الشعب السوري أو القوات المسلحة السورية وأكد الأسد رفض أي حل خارج ورقة المبادئ الأساسية التي قدمها الوفد السوري الحكومي إلى مفاوضات جينيف في الأمم المتحدة ودع الأسد كل من حمل السلاح إلى الانضمام لمسيرة المصالحة مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها هي الأم لكل أبنائها السوريين عندما يقررون العودة إليها أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن عصابة داعش الإرهابية تستهدف مدنيين بالرصاص وتقتلهم خلال محاولتهم الفرار من مدينة الفلوجة التي تحاصرها القوات العراقية إلى ذلك عثرت القوات العراقية المشتركة في عملية استعادة الفلوجة من داعش على مقبرة جماعية قد تضم مئات الجثث وفق ما أعلنه عقيد في الشرطة العراقية قتل وأصيب العشرات إثر تفجير استهدف حافلة تابعة للشرطة في منطقة بايزيد وسط العاصمة التركية إسطنبول بحسب ما أفاد به محافظ العاصمة هذا وتمت عملية تفجير الحافلة التي تقل عددا من رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة تم زرعها والتحكم بها عن بعد وشهدت تركيا خلال هذا العام اعتداءان انتحاريا في منطقة سياحية في إسطنبول نسبا إلى عصابة داعش الإرهابية وهجومين بالسيارة المفخخة تبناهما ناشطون من الأكراد بالعودة للأخبار المحلية أزمات سير وتباطؤ مروري تشهد شوار العاصمة عمان بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك التقرير التالي يرصد بعض بؤر الأزمات المرورية المتوقعة في العاصمة خلال الشهر الفضيل شهر رمضان وأزمة السير ظاهرة معتادة في العاصمة عمان خصوصا وأن ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل للدوائر الحكومية حددت حتى الساعة الثالثة مساء في حين حددت ساعات دوام موظفين جامعات لغاية الساعة الثانية الظهرا والبنوك لغاية الساعة الثالثة بما يعني وجود تباين في أوقات البداية والنهاية لساعات الدوام موزعة على معظم القطاعات في عمان والتي تشير الارقام الى وجود مليون ومعتي الف سيارة فيها خلال ساعات الذروة كما تصل حركات تنقلات مواطنيها يوميا الى ثمانية ملايين حركة واستغياب لوسائط النقل المنتظمة وعزوف المواطنين عن استخدامها ازمات سير متوقعة خلال الشهر الفضيل تصل ذروتها في ساعات الظهيرة ذلك ان انتهاء دوام موظفي الحكومة والبنوك وقطاعات اخرى في تمام الساعة الثالثة سيسهم بزيادة الازمات المعتادة والتي من المتوقع ان تتركز في شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية وامتدادات طرقاته الى جبل الحسين والعبدالي والمدينة الرياضية واشميساني وجبل عمان كما يشهد شارع المدينة المنورة لربطه عدة احياء في عمان بدءا من تقاطع شارع الملك رانيا مع شارع الجامعة الاردنية الى منطقة تلاع العلي حتى شارع وصف التل وصولا الى ميدان الحرمين الشريفين وانتهاءا بالدوارين السادس والسابع على امتداد شارع زهران والذي تشهد بعض اجزائه ازمات سير معتادة خلال الشهر الفضيل خصوصا في ساعات الذروة اوقات الظهيرة ولا نترككم هذه المشاهد واللقطات بلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر